اشتركوا في القناة ثمانية بتوقيت جرانيتش ان شاء الله رح يكون في بث مباشر ان شاء الله رح يصير في تواصل لكثير من المسائل وكثير من الامر طبعا اليوم توقعاتنا لا يوم السبت 27 تشرين الثاني نوفمبر القمر موجود في منزلة الصرفة الان لغاية الساعة 10 و14 دقيقة صباحا من صباح يوم السبت لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج طبعا الصرفة هي للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات العواء هي للربح والحرية والزواج هي زاوية ايجابية او منزلة ايجابية بالنسبة للقمر موجود في برج الاسد لغاية ساعات الصباح يعني لغاية الساعة تقريبا ثنتين بتوقيت جرانيتش فعشان هيك من الان لغاية ساعات الصباح بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة تحلي بشجاعة وارتداء ملابس انيقة تلفت انتباه الاخرين لا النا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا ثلاث زوايا بلش تأثيرهم غير زاويتين المستمرات اللي هي الزوايا البطيئة وطبعا الزوايا بتأثر على جميع الابراج بدون استثناء فعشان هيك اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين المريخ وبين نبتون ذروتها يوم تسعة وعشرين احداش وهي مستمرة من اليوم لغاية اثنين اتناعش هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتقوي الحدث عنها اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديث ايجابية بين الشمس وبين زحل وهي ذروتها يوم ثلاثين احداش طبعا هي رح تستمر لغاية يوم اربعة اتناعش يعني من اليوم لغاية اربعة اتناعش بتتحسن قدراتنا على تنظيم شؤوننا وبرضو بتعطينا قدرة على تحمل المسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي برضو زاوية تزديث ايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي ذروتها يوم ثلاثين احداش طبعا هي مستمرة من اليوم لغاية يوم اربعة اتناعش بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لألنا اما بالنسبة للزاوية اللي لها اكمن يوم مؤثر وهي لسه مستمرة كمان لغاية يوم خمس اتناعش زاوية منهم لغاية يوم خمس اتناعش هي زاوية الاقتران الايجابية بين الشمس وبين العطارد وهاي طبعا دروتها يوم تسعة وعشرين احداش هي مستمرة لغاية يوم من اليوم ليوم خمس اتناعش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية كان صعب علينا او بيتعذر علينا فهمها تزداد التوجه او بيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات الضرورية بالفترة هاي اما بالنسبة لزاوية الاخيرة البطيئة هي زاوية تزديس منفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهاي زاوية بمعنى منفصلة ولكن رح تستمر لغاية تسعتاش اتناعش بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة طبعا احنا الان في فترة خلو مسار خلو المسار زي ما حكينا هو من الساعة اربعة مساء اه يعني ببدا يعني في فترة الان بث الحلقة احنا تقريبا من بث الحلقة على ثنتين بتوقيت جرينيتش هي بعد ساعتين من بث الحلقة ونص يعني ساعة اربعة وثلاث وعشرين دقيقة بعد بث يعني بتوقيت جرينيتش ببدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الصباح يعني لغاية الساعة ثنتين ووحد عشر دقيقة صباحا هاي فترة خلو المسار وخلو المسار حكينا انها فترة اه لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر ساعة ثنتين ووحد عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير انه انتقل برج العذراء فعشان هيكي بتتغير التأثيرات علينا فمنعود الان لطبيعتنا الجادة ننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة او في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة او نشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام نشعر ان الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتفهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة لتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكحوليات او المهدئات وبوسع نقتناء حيوان اليف مطالع بكتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا اللي رح تكون ما بين القمر والكواكب اه طبعا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة عشرة و 27 دقيقها صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهي بتدل على انه القمر صار نصف بدر يعني احنا بنسميه الربع الاخير وهي رح تكون في تمام ساعة 12 و 27 دقيقة بعد الظهر هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين بالنسبة لأعضاء الجسم صحيا ايش اللي بتتأثر في فترة وجود القمر في العذراء البنكرياس الامعاء الدقيقة المصران الاعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم العيون الاظنين واجهزة الاحساس اللي هي الاطراف طبعا هاي الاعضاء هي اكثر حساسية بالفترة هاي فعشان هيك لازم نوفر لها عناية اضافية برضو اليوم يوصى باجراء عمليات جراحية دون الاشياء اللي احنا ذكرناها الا الامر اذا كان اضطراري اليوم هذا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة مؤناسبة لازالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا تصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا مناسب جدا ما فيه اي مشاكل ولكن اللي هي دائما التحذيرات اللي احنا منحكي عنها انه اخذ اسبرين لمدة ثلاث ايام حبة اسبرين بيبي اسبرين اللي هي ممي على الدم وبرضو بندهول او برستمول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج العذراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين تسعة وعشرين احداش رح يبدأ في تمام الساعة اتناش ودقيقتين بعد منتصف ليل الاحد على الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربعة وخمسين دقيقة صباحا لينتقل القمر ببرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر انحسار المربع ثلاث وعشرين يوم في تمام الساعة تسعة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءا بيصبح اربع وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش سعيد بنسبة خمس واربعين في المية القمر في الاسد ورح ينتقل للعذراء حتى يوم تسع وعشرين и احداش منتحه سلان بنسبة أربعين في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في القوس حتى يوم ثلاثة اتناش سعيد بنسبة ثلاثين في المية اليوم الزهرة في الجدي حتى يوم تسعة اتناش اتناش سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 11-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أنه من الآن لغاية ساعات الصباح القمر موجود في البيت الخامس معناته بتظل العاطفي قوي عنا ورغبتنا في التواصل مع أحبائنا ممارسة هواية معينة ممتازة بتظلها برضو موجودة عنا يعني الأمور الأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن بما أنه في خلو مسار ما في داعي للتحكم أو فرض السلطة أو السيطرة على الأحبة وحاول تضبط أعصابك من العصبية في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل وصير في البيت السادس فعشان هيك هي جيدة لأمور العمل ولكن حاول أنكم تسعوا باكرا لأعملكم وتنجزوا اللي بتقدروا عليه من الأعمال عشان ما تتراكم عندكم وفي نفس اللحظة بدكوا تنتبهوا فيها لصحتكم أكثر لأنه هذا بيت العمل وبيت الصحة هذول الأمرين اللي رح يشغلوا فكركم خلال الأيام القادمة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا من البداية برج الثور بما أن القمر ما زال موجود في البيت الرابع فهذا إلو علاقة بتواصل العائلي إدخال تغييرات جذرية على مساكنكم تحسينات ترتيبات مناسبات عائلية لقاءات يعني زي أشياء اجتماعية بتيجي ما بينك وبين أفراد العائلة أو لقاءات أو مناسبات أهم إشي أنه بدون عصبية بدون فرض الرأي بدون ما تعصب وتزعل وتذايق وتأخذ على خاطرك مشي هالأمور الأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس لإلك فعشان هيك رح تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم إيش الأشياء المشتركة بينكم إيش اللي بوفق ما بينك وبين الأحباء تلطيف الأجواء محاولة الاتصال والتواصل ما بينك وبين الأحباء ما بينك وبين الأبناء ما هي كلها ممتازة بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وتطمينات ورومانسيات خلال هذا اليوم برج الجوزة طبعا اللي بيدوا يتقدم لإمتحان أو عنده مقابلة بيدوا يركز بشكل جيد النشاط رح يظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح ما بين اتصالات حركة ما بين يعني محاولة الإقناع بوجهة النظر بتكون ممتازة جدا ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء حركتكم وتنتبهوا برضو أثناء نقاشاتكم وحواراتكم من العصبية في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع لإلكم فبتصير الأمور كلها إلها علاقة بالبيت والعائلة ممكن يطرأ عطل منزلي أو اهتمام بحدث عائلي أو مناسبة معينة أو اجتماع عائلي الأهم أنه هاي زاوية زاوية التربيع بتكون مع البرج تعقو فشوي بتكون تضبطوا عصابكم ما في داعي للانفعال أو العصبية أو التوتر من أي مسألة عائلية برج السرطان بيظل القمر موجود في بيت المال عشان هيك الاهتمامات كلها رح تكون على المسائل المالية شراء حاجية ثمينة لاهتمام بالفواتير بالالتزامات أهم شيء فترة دخلوا المسار اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة انتبهوا لأمالكم من السرقة من الضياع من المحتالين يعني ما في داعي للمغامرات المالية في منكم رح يحصل بعض مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أما في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور النقاش والحوار والسفر والاتصالات أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات بصير عندكم نشاط فكري عالي جدا قدرة تواصل عالي جدا سرعة بديها ممتازة ولكن شوي بتكون حديتكم أو عصبيتكم شوي مسيطرة عليكم بالفترة هاي ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة ما يعني بتكون الأمور لصالحه برج الأسد طبعا النشاط رح يظل مسيطرة عليكم لغاية ساعة الصباح مع هيك بتقدروا انكم تواصلوا أي عمل بدأتهم فيه من قبل ما تبادروا بعمل جديد لأنها فترة دخلوا مسار ملفتين للنظر الكو طاقة عالية جدا بالفترة هاي ممتازة جدا تستمر هاي الطاقة معكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تصير مالية عشان هيك بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم أشخاص منكم ممكن يحصلوا على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم أهم شي انكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين فيه رح يصير لكم نوع من أنواع الاهتمام إما بتحصيل أموال قديمة كان صعب انكم تحصلوها بالفترة الماضية برج العذراء طبعا التعب بما أن القمر موجود لسه في بيت المتاعب فرح يظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك اللي بتشعروا فيه هذا أو الضغط الموجود عليكم أو التراجع في أمور الصحة أو الضغط الموجود كامل هذا مع ساعات الصباح بيبدأ يختفي تدريجيا أو تلقائيا من ساعات الصباح أو مع اقتراب ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحيوية وبصير عندكم يعني نوع من أنواع الخيارات الجديدة أو التوجهات الجديدة اللي بتصيروا بتكون تعملوها فبتنقلب كل الأوضاع لشكل إيجابي وهذا الإشي بصير يناسب وضعك الحالي بتتمتعوا بقدرة عالية جدا في قلب المعطيات لصالحكم ملفتين للنظر طاقتكم اللي بتختلف حتى نظرتكم بتصير متفائلة أكثر صحيا ونفسيا برج الميزان بيظل النشاط الإجتماعي ولقاءكم وتعارفكم يعني أصدقائكم دعوات ممكن اتصالات حوارات تعاون ما بينك وبين الأصدقاء والمعارف بظل موجود من الليلة ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تكونوا أنتوا بصدد تلبي الدعوة معينة طبعا النشاط الإجتماعي هذا بظل مسيطر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بصير موجود بالعذراء له بيت متاعبكم فعشان هيك بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لطاقتكم لتغذيتكم أهم إشي أنه بالفترة لوجود القمر في بيت المتاعب لا توقعوا على عقد لا تحسي مؤمر لأنها هاي تعتبر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكو تحافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وطريق التعاطيك أو تعاملكم مع رؤساءكم في العمل اللي بين إيدي عمل بدو يتفقدوا قبل تسليمه وفي نفس اللحظة ما في داعي لأي خلاف أو نقاش أو حوار يكون حاد ما بينك وبين رؤساءك حاول برضو إنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف لا بمجازفة ولا بمغامرة ولا بمخالفة القوانين من ساعات الصباح الأجواء بتصير غير بتتحسن الأجواء شوي فبتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل في مناسبة يتوجه لهم دعوة لحضور مثلا مهرجان أو فجأة يلتقي بصديق أو يتلقى اتصال من صديق قديم لإله يعني الأجواء بتصير ممتازة جدا ودعم لإلكم بشكل كبير برج القوس بما أن القمر لسه موجود في البيت التاسع عندكم فما زال النشاط بالاتصالات أو الحوارات أو اللقاءات مع أشخاص من خارج البلاد أو التواصل معهم هو القائم بالفترة هاي فعشان هيك اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض نهائيا اللي عنده أوراق قانونية أو معاملات بقدر يتدمها ولكن بما أنها فترة دخلوا مسار ما توقعوا على عقود أو معاملات دون مراجعتها أكثر من مرة من ساعات الصباح الأجواء بتختلف لأنه القمر رح ينتقل لبيت السمعة فعشان هيك بتصيروا بتحافظوا على سمعتكم أكثر بتحافظوا على مصالحكم الإجتماعية معارفكم أكثر على مستوى العمل اللي بيصير الاهتمام بالعمل برؤساء العمل بمحاولة الحصول على منصب أو مكاسب هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي إنكوا تتجنبوا الخلافات وحاولوا إنكوا تسعوا لا تلطيف الأجواء برج الجديد القمر ما زال موجود في البيت الثامن اللي العلاقة بالأموال المشتركة والأمور اللي بتتعلق بالغيبيات فعشان هيك ممكن اليوم تتفحصوا حساب مالي ولكن بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة اللي بيهمهم المسائل الغيبية أو المسائل التاريخية أو الإشي القديم برضو ما يخاطروا ما يغامروا بالفترة هاي ممكن تهتموا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالعبادة بالأمور الدينية مثل الغيبيات ولكن بدون مجازفات أما في ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية وقوية جدا لأن القمر بيصير في البيت التاسع لإلكم فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر لبعيد أو الاتصالات لبعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو التعامل مع أجانب أهم شينك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن حاولوا تتفقدوا وثائقكم رسائلكم معاملاتكم بشكل كامل اللي عنده قضية وحاب يرفعها في هذا اليوم هذا يوم مناسب برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر ما زال موجود مقابلكم تماما وهذا الإشي يعني بيحذركوا أنه ما تلتزموا بأي شيء اتجاه الطرف الآخر دون ما تتأكدوا من قدراتكم أو من وضعكم بنفس اللحظة طاقتكم ما زالت ضعيفة حاولوا قدر الإمكان تبتعدوا عن أي مواجهة أو أي سؤت فاهم أو حتى حدية بالطباع حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتغير الخمر بيصير في البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد ما تلتهوا بالأمور الثانوية ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بمسألة عائلية أو لها علاقة بالبيت أو بأفراد العائلة أو بصحة قريب لألكم برج الحوت ما زال القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك هو بيأثر على العمل وبيأثر على الصحة فعشان هيك وصلوا أعمالكم السابقة وفي نفس اللحظة انتبهوا لصحتكم ما في داعي لإهمال الأعمال أو تراكموا الأعمال أو تحاول تنجز أكثر من عمل في نفس الوقت تركز على عمل واحد تتممه بعدين انتقل للآخر اتأكد من إتمام أعمالك على أكمل وجه الأهم برضو أنك ما تهمل صحتك لغاية ساعات الصباح طبعا حتى القمر لما بنتقل في ساعات الصباح للبيت السابع لإلك بسحب من طاقتك برضو صحتك بتكون بحاجة للرعاية ولكن بترغبوا أكثر في تعزيز شركاتكم وعلاقاتكم مع شركاء المال والعطفة علاقاتكم مع أزواجكم بالفترة هاي من مصالحات والتقارب في وجهات النظر ولكن بتكونوا أكثر تفهما لوجهات نظرهم عشان أنتوا ما تدخلوا بالحدية وصيروا في خلاف ما بينكم عشان هيك يحذروا من الخلافات وما الضخم الأمور خلال هذا اليوم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء